وفاة امرأتين جرفتهم السيول الغزيرة في إيب ليرتفع عدد الضحايا إلى أربعة خلال أيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الأعزاء إن لله وإن إليه راجعون وفيت امرأتين إسرى جرف سيول الأمطار الغزيرة لهم بعد يوم من وفاة رجل للسبب ذاته في محافظة إد وسط البلاد والتي تشهد أمطار غزيرة تسببت في أضرار بالأراضي والممتلكات قالت مصادر أن مرأتين جرفتهم السيول في قرية الأرجب بعزل ببضعة في مدرية المخادر شمال المحافظة فيما عصر الأهالي على جسامهم في مناطق متفرقة بالمدرية وبحسب المصادر فإن الضحيتين هما زوجة المواطن ياسر علي أحمد العماري وزوجة المواطن عيسى علي أحمد العماري إن لله وإن إليه راجعون وفقا للمصادر فإن السيول الغزيرة أحدثت أضرار كبيرة في الأراضي والممتلكات الزراعية بالإضافة إلى تدمير مشاريع مياه القمر وكذلك تسببت في أضرار في بعض منازل المواطنين بالمدرية وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد من جرف السيول لجسمان مواطن آخر في المحافظة نفسها وهو مالك علي ناصر الذي عسر على جسمانه بعد قرابة ثلاثة كيلو مترات من نفس المكان وعلى صعيد متصل أشار الأهالي إلى أن السيول الغزيرة أحدثت أضرار كبيرة في عدد من طرقات المدرية وتسببت في غارق طفل في مدرية ريف إب وبينما تستمر الأمطار في الهطول على المنطقة بعد تغيب سلطات الأمر الوقع التابع لمليشية الحوسي عن تقديم أي مساعدة لمتضررين نسأل الله العظيم أن يحفظ اليمن وشعبها لا حول القوة إلا بالله العلي العظيم لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع خسائر بشرية ومادية التي باتت بالمحافظة تشهدها بشكل مستمر ربنا يا رب يحفظ اليمن اللهم أمين دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته